أعزائي المشاهدين أهلاً بحضراتكو في حلقة جديدة من المنتادة منتخبنا دخل في مرحلة الجد النهاردة بينتظم جميع اللاعبين في معسكر منتخبنا وخلاص ناقص ثلاثة أيام على أهم مطش في تاريخ هذا الجيل وأهم مطش بالنسبة لنا كلنا نفسنا إن احنا نشوف منتخب مصر في كاس العالم كلنا عندنا حلم واحد كلنا عندنا هدف واحد مسؤولين حكومة لعيبة جماهير شعب جمهور كل الناس عندهم هدف واحد إنهم يشوفوا منتخب مصر في كاس العالم إن شاء الله في قطر 2022 طبعاً في حالة تركيز شديدة جداً عند اللعيبة حالة تركيز شديدة جداً عند الجهاز وعند كل الناس اللي موجودة حوالينا المنتخب وفيه أتموسفير ومناخ رائع حول المنتخب وفيه طاقة إيجابية كبيرة جداً موجودة عند اللعيبة إن هم عارفين إن هم حتى لو فيه بعض من الفروق الفنية لصالح المنتخب السنغالي إن هم يعوضوها بالقلب والروح والرجولة وإن وراهم 110 مليون مصري وراهم 110 مليون مصري وراهم تاريخ وراهم أجيال سابقة صنعوا تاريخ لهذه البلد واللي هذا المنتخب يخلي اللعيبة إن هم يبدأوا من خطوة ومن درجة فوق المنتخب السنغالي إن شاء الله بإذن الله بالطاقة الإيجابية اللي إحنا نقدر إن إحنا نخلقها ونعملها حوالين الفريق واللي اللعيبة الكبار يقدروا إن هم يعملوا حوالين المجموعة منتخب مصر بإذن الله قادر على إنه يتأهل لكاس العالم قطر 2022 من خلال منتخب ممكن يكون أقوى منه فنياً ولكن اسألوا كل اللعيبة الأفارقة الكبار لما بيجوا يلعبوا في مصر بيبقوا حاسين بإيه هيقول لكم من الترعب من منتخب مصر ولعيبة مصر لازم تبقى عارفة الكلام ده ومتأكدة منه كويس قوي لعيبة كتير لعبت ضدهم في أفريقيا ولعبت معهم في أوروبا كانوا بيقولوني لما منيجي اللعب منتخب مصر بنبقى في حالة رعب